اشتركوا في القناة احنا واقفين على عين البتجاز او ممكن لو عايزها تحطيها في الفرن براحتك لكن احنا هنعملها النهاردة على عين البتجاز والله والطعم جميل زي ما انتم شايفين معايا كمية اللحمة طبعا اللي انت عايزها ده كيلو لحمة انا بخسله يا جماعة انا بخسل اللحمة لحد الميا بتاعتها ما تبقى فلة زي ما انتم شايفين بالطرقة دي ومعايا حالة بتغلي على النار فيها ميا بسقط فيها اللحمة واسبها كده حوالي من يعني ربع ساعة بتغلي وطبعا بحوش كمية الريم على قد ما اقدر وهوريكم خطوة بخطوة هنعمل ايه فيه ناس ما بتغسلش اللحمة وبتغسلش الكبدة بس انا الصراحة لازم اغسله عشان قدمنا ان هي نظيفة وان الشربة بتاعتها نظيفة كده شايفين ده لسه ما عملتش فيها حاجة عشان بس غسلها شيلتها صفتها ومرمتش المياه انا باخد شوية المياه النظاف اللي فيها واللي فيها الرين برميه حالة على النار برد اشوح اللحمة من الاول والديد ومعايا طبعا بصلة وحبهان وميستكا وورق لورة واشوحهم مع اللحمة تشويحها كده على السريع لحد اللحمة ما تبدأ ايه تاخد لون بنزل بالشربة انا المياه اللي انا غلطة مرمتها زي ما بقول لكم يا دوب بس بصف فيها كده واللي فيها رين برميه بس هي باللحمة بقى تستوى برحتها ومعايا زي ما انتم شايفين نرز حبة وحبة انا عملته قبل كده في القناة نبدأ بقى نعمل البسلة بصلة على النار حل على النار فيها بصلة وشويه الزيت ابدأ اشوح البصلة بس انا بقى يعني ما بدلهاش لون غامق قوي عشان انتم عارفين احنا في الصيام ومعدتنا والاكل والقوم لون فيدوب بس تاخد لون اصفر كده وكفاية سمونية اللحمة ايدك فيها علشان ما تتحرقش منك معايا معلقة صلصة بحطها مع البصلة كده التكاية دي يا بنات بتدي والله طعم حلوة اول اي اكل خصوصا مستبك اه محشي مكارونا حاجات من دي بحط بنزل بقى بعصير الطماطم وانزل والبهارات اللي عندك ملح كمون فلفل مكعب مرأة ويسي بها لحد ما تستبك انا ما بحطش البسلة الا ما تستبك نزلت بقى بالبسلة والجزر ياخدوا تسوية كده وبعدين حبيت بس اوريكم قبل ما حط اللحمة نقلت المكونات دي كلها في الطاجن على برضو على البوتاجاز عايزة تحطيه زي ما قلتلك في الفرن واستبهها تستوى مع بعض اللي يريحك اعملين نزلت باللحمة وبقلبها شايفين وطبعا ما تنسيش تزبط الملح زي ما قلتلك واستبها بقى تستوى براحتها وبقى تدام عاية بالشكل النهائي لا طاجن اه احنا هنا بنسميه الطرلي بس والله طعمه جميل جدا بتعمليه بقى مع روزة حبة بحبة مع روزة ابيض مع روزة بشعرية وهو يوم فطار من فطار رمضان وكل سنة وانتم طيبين وصفة سهلة وسريعة وبتاخدش منك وقت وانت وقفة في المطبخ يا رب الفيديو اعجبكم حاجة بقلبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في الخناة وفعل الجرس وبعتيها لكل صحابك واما حاجة اللايك 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 وكل سنة وانتم طيبين واشوفكم على خير يا رب في وصفة جديدة من وصفات بيتي مملكتي وكل سنة وانتم طيبين وسلام عليكم